هذا المنزل مختر بالهدم بقرار اسرائيلي الى جانب 71 منزلا في هذه القرية بحجة البناء دون ترخيص وعلى اعتبار انها بنيت فوق اراض تتبع اليهود والسامرة وفق الادعاء ابو عبد الشويكي احد سكان قرية ديوكت تحت المخترة منازلها بالهدم في مدينة اريحة مقدسي يسلك طريقه يوميا الى القرية ليبقي على وجوده في ارضه التي يهددها شبح الاحتلال هذا ثاني انذار اجاني واول انذار حطينا احنا وحطينا محامي وانا يمكن 6 سنين في بيت ايل وسحبنا الملف من بيت ايل للمحكمة العليا بدهم يدمروا هالدور يعني مش احنا مش مطلعين بس هم على الاوتس يعني مطلعين على كل الضفة الغربية ومش راحين يخلوا اشي بدهمش اشي حدا فلسطيني من في هالبلد قرية ديوك او ما تعرف باسطيح يسكنها ما يزيد عن 2400 نسمة صدر فيها تفويض قبل عام 1967 من قبل الحكومة الاردنية الا ان حرب حزيران حالت دون اكمال الاجراءات يخطر الاحتلال منازل ساكنيها بامر عسكري لمدة لا تزيد عن 45 يوما الانظرات الاخيرة هاي اللي اتفاجأنا فيها انه قرارات بذريعة عسكرية يعني قرارات عسكرية وامر عسكري باخلاء المنازل ومحتويات المنازل من اجل اللي هو هدمها بالنسبة لاننا احنا بنطلع لهيك ظاهرة بنشوفها يعني كظاهرة كبيرة وككارثة يعني انه 73 منزل مرة واحدة او في آن واحد يتم اختارهم في الاعوام الاخيرة هدم الاحتلال ما يربع على 15 منزلا في القرية في وقت يرفض فيه منح السكان ترخيص بناء وان شيدوا بناء فسرعان ما يتهدده خطر الاختارات اسرائيل تسعى وبجهد حديث الى افراغ الاغوار الفلسطينية من المواطنين للفلسطينين واجبارهم من خلال التضييق عليهم بالحصول على الماء والحصول على مياه الري والحصول على مباني الترخيص للمباني تسعى من خلال ذلك الى افراغ الشريط الحدودي استباق لاي حل سياسي قادر التخوفات باتت سيدة الموقف فيما يتعلق بمصير بيوت الفلسطينيين في منطقة ديوك التحت فمن لم يستلم اختاره اليوم بات ينتظر الغد فقد يكون على موعد مع ذلك لقناة اليرموك الفضائية محمد الاطرش الضفة المحتلة